فترة مفصلية تمر بها ليبيا مع غياب دور أممي واضح يقود المفاوضات بين الفرقاء عقب مغادرة المستشارة الأممية سيفاني ويليامز منصبها منذ أيام بعيدا عن الرقابة الأممية يقول متتبعون إن ليبيا معرضة للمزيد من التدخل الأجنبية والانزلاقات الأمنية مع انتشار الميليشيات المسلحة حول العاصمة طرابلوس نخلص إلى القول أن الأزمة الليبية وخاصة في ظل الخلافات داخل مجلس الأمن بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا من جهة وبين روسيا والصين من جهة سوف يكون له أتال سلبية على الاستقرار في ليبيا المشهد السياسي الحالي بليبيا معقد ومهدد بالتصعيد في أي لحظة والمجتمع الدولي متهم بعدم الجدية في حل الأزمة نظرا لعدم فرضه عقوبات على معرق الاستحقاق الانتخابي مما لا شك فيه أن ليبيا منذ 2011 دخلت في انقسام واستفاف واقتتال وتدخلات خارجية وقد كانت هناك قرارات دولية وهناك مؤتمرات وهناك نداءات وهناك تصريحات دولية بضرورة استقرار ليبيا وبضرورة الذهاب إلى الانتخابات ولكن كل ذلك لم يحدث ومن يدير المشهد الليبي هي الدولة المتدخلة في ليبيا والأمم المتحدة التي تعمل على تدوير الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة أمنية هذا هو المشهد السائد بليبيا أولى جديد يذكر ومع ارتفاع مطالب ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لمواجهة التهديدات الأمنية يتوقع أن تعيش البلاد تصاعدا سريعا في الأحداث قدم الأيام